يعني كلنا فاكرين يمكن الكلمة الأشهر اللي كانوا أنصارهم بيطلقوا يقولوها انفجر مصر التهددات العلنية والصريحة للشعب المصري يعني والتحدي اللي كان يعني بيعملوه جماعة الارهاب للشعب المصري كان صريح يعني بأن احنا هنفجر لو فكرتوا هتعاملوا حاجة احنا هنفجر مصر يعني هم مش هددوا والحقيقة انه مصر في ال 11 سنة اللي فاتت كان فيه 3 مراحل مهمة منهم مرحلتين كانوا الارهاب موجود بشكل كبير جدا دفعنا تمن كبير لانه المصريين اما خرجوا واختاروا الاختيار ده في 3 يوليو وفي 30 يوليو اعتقد انه كانوا عارفين التمن وكان فيه تهديدات جدية ومش بس تهديدات مباشرة يعني مش كان تنظيم الاخوان اكتشفنا انه عنده ميليشيات بدأت تشتغل لا ده تحالف مع داعش وتحالف مع التنظيمات الارهابية اللي موجودة في سوريا في العراق في غيره وبدأت كانوا عاوزين يعني وانت بتفترض في موضوع لاو كانوا عاوزين يشحنوا ناس يودوها سوريا وبالفعل باعتوا ناس يعني كانوا بيفكروا معندهمش يدرك لا بأمن قومي ولا فكير ولا دولة ولا اي حاجة تقد انه اللي حصل انه كانوا بيطلعوا في قنوات كمان احنا 11 سنة قنوات كانوا بيفرحوا بالعمليات الارهابية قنوات كانوا بيحردوا على قتل المصريين قنوات كانوا بيشككوا طول الوقت يعني انت بتشتغل وبتعمل بناخد يعني كل الحاجات احنا كان الارهاب موجود 90 شهر في 90 مليار جنيه تصرفوا قوات المسلحة شهداء جرحة ومع ذلك كنت بتقاوم ايضا تراكمات ومشكلات بتصلح الاقتصاد بتقاوم الفيروس سي بتشيل العشوائيات بتعمل شبكات طرق بتعمل كهرباء بتعمل طاقة بتعمل طاقة جديدة بتعمل مدن جديدة يعني دي مرحلة والارهاب كان موجود يعني ما كانش ممكن يبقى في ملف مقفول وملفات تانية بنتكلم في تفاصيل كثيرة جدا واختلافنا واتفقنا وصلنا النهاردة نحنا بنعمل حوار وطني واسع وبنتكلم في الحكومة وبنقول شيل ده وحط ده وعاوزين ايه ومطالبنا زي ما انتوا كنتوا جايبين ده بتتكلم في الحياة اليومية الطبيعية بالرغم من انه مش بس الارهاب الحقيقة الارهاب وتحولات دولية وعالمية حروب نقص سلع في العالم ارتفاعات اسعار الطاقة والحبوب كورونا سنتين بتقفل العالم منتكلم على حرب في غزة بقالها تسع شهور شغالة مؤسرة علينا البحر الاحمر قناة السويس كل ده وحنا بنعمل وبنبني وبنتوسع فالفكرة انه افتراض لو ده لا احنا مش محتاجين نفترض لو لان لو ده كان موجود فعلا وكان عندنا شق الصف اللحمة ده وحدة المصريين الحقيقة وثلاثة يوليو والمشهد التاريخي بتاع الفريق اول عبدالفتاح السيسي وقتها مع كل مصر مجتمع الازهر والكنيسة واحزاب السياسية والسياسيين وحالة الابتهاج والفرح في الشارع باسترداد بلدهم اعتقد هذا الشعور مهم جدا يمكن دايما احنا ما بنبعد لان انا دايما بقول انه دول مش 11 سنة دول 11 عقد 110 سنة فعلا في التفاصيل بنحس انه المساعة بعيدة من حجم التحولات وحجم اللي احنا عملناه حجم التغير والاخذ والرد والشجاعة والاخلاص في اتخاذ هذا القرار والقدرة على ان انا عارف تمن كبير جدا كان هيدفع والدفع بالفعل ودفعه المصريين والحقيقة الحمد لله يعني اي حد النهاردة بيراجع الارشيف ورهانات الناس على انه البلد دي بتقع وبتتفكك وان احنا بنخسر انه ده اعتقد اي حد بيراجع ده النهاردة هيكتشف انه نفس الكلام اللي كانوا بيقولوه من 11 سنة هو اللي بيقولوه نفس التهديدات ونفس التحريض وغيره يعني نفس اللي بيقولوه مهم까지 وكسف